بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تحياتي للجميع الله يعطيكم العافية تأسيس كيميا تأسيس الكيميا يعني أنا ما بهمي أخذ كل التفاصيل في كل المواضيع بهمي أخذ بعض المواضيع اللي لها علاقة في مادة التوجيه وكيف أربط مع مادة التوجيه بطريقة حلوة مرتبة مظبوطة أو لا؟ أوكي؟ الآن حصة التأسيس رقم أربعة محبكم له أي أبو طالب من منصة جو أكاديمي تعالوا نشوف مع بعض يلا حصة تأسيس رقم أربعة وبإمكانك تحصل على الحصص من خلال صفحة خاصة بتأسيس 2007 و2008 موجودة كل الحصص مع كورس اللي هو دوسية خاصة بالتأسيس لهذه الحصص تمام؟ فبنحكي اليوم عن الحمود والقواعد حمود والقواعد معلومات عامة يلا نبدأ بسم الله بعض صفات الحمود محليلها المائية توصل التيار الكهربائي أوكي؟ لذلك المحلول المائي الذي يوصل التيار الكهربائي بيسموه محلول كهرلي أوكي؟ اثنين طاعمة حمضي أو لاذع فعلا شرب لك شوي تخل تحس بالحمودة وأنه لاذع فعلا تأثيرها في الكواشف إنها تحول لون ورقة تباع الشمس الزرقاء إلى الحمراء إلى الأحمر تمام؟ فهذول هم معلومات رئيسية وصفات عامة للحمود بشكل عام بعد صفات القواعد محليلها المائية توصل التيار الكهربائي تعتبر محليل كهرالية كمان زي الحموض طعمها مر هناك حمضي ملمسها زلق صبون كل أنواع المنظفات تحتها على قواعد تمام؟ تأثيرها في الكواشف تحول لون ورقة تباع الشمس الحمراء إلى الأزرق هاي معلومات عامة مقدمة كتاب التوجيه هاي مقدمة تمام؟ طيب نخش على الحموض طبعا أنا بهميش ندخل بتفاصيل كثيرة يعني معلومات عامة عن الحموض بعضها أنت بتعرفها من مادة التاسع والعاشر وبعضها لا موجودة في كتاب التوجيه لأنه عندنا الوحدة الأولى وحدة الحموض القواعد في منهاجنا حتى الآن ماشي الحال تحتوى على هذا الحكي كله مع تفاصيل كثيرة تمام؟ فيعلى الحموض القوية والحموض الضعيفة ها يلا أول شيء ما هو الفرق بينهما الحموض القوية تتأين كليا في المحلول تتأين كليا في المحلول ها طلعوا ويعبر عنها بسهم واحد والماء بتكون على السهم بالشكل هذا ويتجه التفاعل نحو تكوين المواد الناتج بنسبة عالية طيب الحموض التي تتأين جزئيا جزئيا من عبر عنها بإشارة الاتزان أو ثانوي اتزان ها والبايع السهم اتزان يعني لما يتأين بتأين جزئيا والمواد اللي بتنتج بترجع بتتفاعل تفاعل عكسي كمان يعني الأيونات اللي بتنتج بترجع بترتبط مع بعض أوكي طيب فمبدئيا عندي لا يوجد تفاعل عكسي لما يجي تأين الحموض القوية والحموض القوية هيها هذول مطلوبات مننا في كتاب التوجيه هذول هم فلذلك أنا لو فتحت بورد هم تعالوا نشوف يلا طلابي بيحبون أنا لما أرتب معلوماتي على اللوح تمام فأنا عندي مثلا هاي الحموض القوية نتعرف عليها تعالوا نشوف يلا ونحط هون الحموض الضعيف أوكي طيب الحموض القوية عدد خمسة مطلوبة مننا في الكتاب التوجيه هاي كلها تعتبر حموض قوية كلها حموض قوية طب ما لهاي هاي الحموض القوية مالها تتأين كليا في الماء كيف يعني تعالوا نشوف عندي مثلا أج سي أل هذا المحترم بحط الماء على السهم لما أعجي حط أج سي أل جوات الماء برضي يتفكك إلى أيونات يتأين بعطيني أج موجب وبيعطيني سي أل ماينس بالشكل هذا طلعوا شو صار هاي بيسموها معادلة تأيون أج سي أل تأين وتفكك إلى أج موجب وأيون سالب سي أل ماينس بالشكل هذا اللي انتو شايفينه أوكي مثلا طلع طلعوا أج بي أر في الماء هذا بعطيني أج موجب زائد بي أر ماينس طلعوا هاي بتأين ولا يوجد تفاعل عكسي ما في عكسي هون عدم موجود تفاعل عكسي عشان يكون سميتة أيون كلي لذلك هذه الحموض تجدها توصل للتيار الكهربائي بشكل عالي بسبب وجود أيونات كمياتها كبيرة وتركيزها كثيرة تمام مثلا أج أن أو ثري يلا في كلية بتفكك في الماء فبيعطيني أج موجب زائد أن أو ثري ماينس صح يلا فكروا معي أج آي في كلية في الماء بيعطيني أيوة بش سامع أج موجب وآي ماينس منتاز أج سي الأو فور في كلية بيعطيني أج موجب وسي الأو فور ماينس فإذن بشكل عام بشكل عام الحمض بدي أعطي رمز أتش إكس يتفكك الحمض في الماء فبنتج معي أج موجب زائد أكس ماينس بالشكل هذا فهاي بشكل عام المعادلة بشكل عام زي ما أنتوا شايفين هذا بشكل عام أوكي طبعا اللي عرف هذا الحكي إنه هيك الحموض بتعمل هو عالم اسمه أرهينيوس العالم أرهينيوس يا سلام آه شو هذا من وين هذا فكرك يوناني وذائيه شو من وين آه أرهينيوس العالم أرهينيوس شو عرف الحمض عرف الحمض الحمض شو عرفه إنه مادة تتأين في الماء وتنتج أج موجب أجسم الحموض إلى حموض قوية وحموض ضعيفة بالشكل هذا فالحموض القوية هيها زي ما أنتوا شايفين وشوف كيف كيف تتأين وتأينها كلي ولا يوجد تفاعل عكسي وتأثيرها قوي في الكواشف وفي توصيل التيار الكهربائي وفي كل شي تخوف هاي الحموض مية النار يا جماعة أما الحموض الضعيفة طبعا حمض أرهينيوس لازم يبدأ بأتش صيغته بشكل عام لازم يبدأ بأتش لازم يحتوي أتش لأ وبيصنف كل هاي الحموض مش عندها واحد أتش بيصنفها كل هاي الحموض حموض أحادية البروتون حموض أحادية البروتون أحادية الأتش تحتوي على أتش واحدة فلما تيج تتأين فعلا تنتج لأتش واحدة تمام اما اي حم بيحتوي على أتش غير هذول آه زي مثلا حسن انا بسمي حسون هذا زي حيدرسينيك طبعا أتش أف آه زي مثلا طلع طلع على هذا أتش تو أس أو ثري يحتوي أتشتين أتشتين فهذا شنك بسموه ثنائي لبروتون هذا اوكي تمام مثلا 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 حموض كثيرة ضعيفة كثيرة أتش أن عطو كثار كثار لذلك طالب التوجيهي مش مطلوب منه يحفظ الحموض الضعيفة مطلوب منه يحفظ الحموض القوية تمام هلأ هذول الحموض الضعيفة ما لها تتأين جزئيا في الماء تتأين جزئيا في الماء ويعبر عن التأين الجزئي بسهمين ويعبر عن التأين الكلي بسهم ولذلك جميع الحموض هون القوي استخدمنا سهم الآن هون دا استخدم سهمين فلما أجي أأين مثلا حسن أتش سي أن في الماء بحط سهمين فبنتج معي أتش موجب زائد سي أن ماينس هلأ هذا بيسمو تأين جزئي تأين جزئي طلع عليه أنتج لأتش موجب وأنتج لسي أن ماينس أوكي وفي سهمين هذول السهمين هم اللي بدل على أنه هذا تأين جزئي شو معنى تأين جزئي كمان مرة كمية الأتش سي أن هون مش كلها بتتأين إش بسيط جدا من هالبتأين والأيونات اللي نتجة بترجع بتعمل تفاعل عكسي وترجع بتنتج للحمد مرة ثانية هذا بس في الحموض الضعيفة بحدث هذا الحقيقة وعندي كمان أتش أف أتش أف لما يتأين في الماء هم بنتج معي أتش موجب زائد أف ماينس بالشكل هذا أوكي فأنا عندي إذن الحموض الضعيفة أتش أنعطو ها تتأين في الماء فبنتج معي هون أتش موجب زائد أن أو تو ماينس إذن الحموض بشكل عام صيغته أتش أكس سواء كان قوي أو ضعيف إذا كان ضعيف بحط له سهمين بس وهي الماء وبنتج معي هون أتش موجب زائد أكس ماينس بالشكل هذا اللي انتو شايفينه تهي بالشكل هذا أما الحموض القوي يتأين كليا يعني طلع على الاثنين آه أي نعم أنا استخدمت نفس الصيغة أتش أكس بس أنا قاعد بقولكم هون لو كان قويا بعبر عن التأيون تاوب سهم واحد وهون لو كان ضعيفا بعبر عن التأيون بسهمين بالشكل هذا اللي انتو شايفينه فهذه مقارنة صغيرة بين الحموض القوي والحمض الضعيف بدون تفاصيل كثير 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 تمام وهذا مفهوم أرهينيوس هو أصلا مفهوم أرهينيوس أول درس عندنا آه في التوجيه أوكي يعني هاي هيك يعني مختصر مفيد عن الفرق بين الحموض القوية والحموض الضعيفة لذلك لو رجعنا لدوسيتنا أوكي فبنحكي هون إنه هاي الحموض القوية لا يوجد تفاول عكسي ما عندي تفاول عكسي بتأيين تأيون كلي ولا يوجد عكسي يا جماعة أوكي تمام هون نحكي هون يوجد يكون التفاول منعكسا ويعبر عنه بسهمين متعكسين هاي السهمين متعكسين بالشكل هذا أوكي فهون هاي التأيون الجزي وهناك هاي التأيون الكلي تمام طيب غير هيك غير هيك في عندنا كمان شغلة ثانية نحكي فيها إيه اللي هو إحنا هان أول تعريف للحموض والقواعد آه وأنا عرفت الحمض حسب مفهوم أرهينيوس آه هذا أول مفهوم آه مفهوم القاعد اللي أرهينيوس هيك حكينا عن الحموض طيب تعالوا نحكي عن القواعد معليش سننا متوسعين شوي عشان أنتوا تستفيدوا في النهاية مصلحتكم هذا البهمني تمام فأنا مثلا ما يجحكي القاعدة حسب مفهوم أرهينيوس أوكي القاعدة حسب مفهوم أرهينيوس آه أعرف لكم بس وأحكي لكم عن بعض القواعد القوية معيني مش حاطم بالدوسية لأنه ما كنت ناوي أتوسع في مفهوم الحمض والقاعدة القاعدة حسب مفهوم أرهينيوس القاعدة مادة تتأين في الماء أوكي وتنتج أو أتش باينس شو اسم الأتش باينس اللي هو أيون الهيدروكسيد ماشي الحال وأرهينيوس اتطرق فقط للقواعد القوية فأنا بس بدي أذكر لكم القواعد القوية حلو يلا تعالوا شوف يلا قواعد القوية في منها أحادية الهيدروكسيد تحتوى على أو أتش واحدة وفي منها ثنائية الهيدروكسيد بالشكل هذا هسا أحادية الهيدروكسيد اللي هي مثلا كتش كي أو أتش وأن إي أو أتش وال آي أو أتش هاي أحادية الهيدروكسيد طلع لهم ثنائية الهيدروكسيد مثل أم جي أو أتش بايتو طبعا أحادية الهيدروكسيد كي لين كي أم أ آي هذول اللي هم القلويات المجموعة الأولى بيعملوا قواعد قوية ماشي الحال أحادية الهيدروكسيد ثنائية الهيدروكسيد للقلويات الترابية التي تحتوي مجموعتين أو أتش أم جي أو أتش باي تو سي أي أو أتش باي تو بي أي أو أتش باي تو وأس آر أو أتش باي تو هذول الشي اللي هاي ثنائية الهيدروكسيد هناك لأحادية الهيدروكسيد مثلا لو بدأ أينهم كي أو أتش بتأين في الماء وبيعطيني كي موجب زائد أو أتش ماينس طلعا شو أنتج أو أتش ماينس وتعتبر قاعدة قوية لا يوجد عكسي خلص تأيان وخلصنا كمان مثلا ن اي أو أتش هذا المحترم لما يجي يتأيان بنتج معي ن اي موجب زائد أو أتش ماينس طبعا ألفت نظر كل شغلة حكينا القلويات المجموعة الأولى بتكون أيونات موجب واحد صح موجب واحد موجب واحد مع الهيدروكسيد سالب واحد طيب نيجي هون سي أي أو أتش باي ت هذا لما يجي تأيان بنتج معي سي أي موجب ثنين زائد اثنين أو أتش ماينس مش شكل هذا ألفت نظر كل شغلة كبان قلويات الترابية موجب ثنين شحنتها موجب ثنين صح لا لا فهون بنتج معي سي أي موجب ثنين طيب لاحظوا عندي هون مجموعتين هيدروكسيد ثنائي الهيدروكسيد بنتج لتنين أو أتش ماينس وكمان واحد لو أخذنا بي أي أو أتش باي تو هذا المحترم في الماء بتأيان بعطيني بي أي موجب ثنين زائد ثنين أو أتش ماينس بالشكل هذا اللي انتو شايفينه فلاحظوا القواعد بشكل عام القواعد القوية إما تحتوي مجموعة هيدروكسيد واحدة أو ممكن تحتوي على مجموعتين هيدروكسيد فزي ما تحكوا أنا برؤوس أقلام من الموضوع الأول في التوجيه أرهينيوس أوكي وقدامكم قاعد بحكي عن القواعد القوية رح نخذها بالتفصيل أكثر من هيك لأنه رح نوخذ حسابات ونتعرف عليهم أكثر من هيك تمام إذن أنا كنت بالمفهوم الأول اللي هو مفهوم أرهينيوس مفهوم أرهينيوس وكيف قدر يعرف الحمض سواء كان قوي أو ضعيف وكيف قدر يعرف القاعدة وطبعا يا حرام أرهينيوس عنده نقاط ضعف كثيرة لذلك إحنا عندنا ثلاث علماء في التوجيه العالم الأول اللي هو أرهينيوس أوكي أرهينيوس مسكين متواضع طرح لك الحمض والقواعد البيسيكس أعطاني البيسيكس الأشياء الأساسية تمام لكن لما أجب بيتوسع معرفيش يتوسع يا حرام أجل العالم اللي بعده هم اتنين ما بعض برونستيد أوكي ولوري هذول الاثنين اتوسعوا في مفهوم الحمض والقاعدة وعالجوا مشاكل أرهينيوس ونقاط الضعف عند أرهينيوس راح تشوفوا في التوجيه كيف نتوسع هون وبعد هيك أجل بيك بوس اللي هو العالم لويس الأكثر شمولا للحمود والقواعد والأكثر توسعا واللي قدر يحل كل الإشكاليات وكل النقاط الضعف الموجودة حتى عند برونستيد لوري كان عندهم نقاط ضعف فأجأ وتكلم عن نقاط الضعف عند برونستيد ولوري تمام طبعا احنا الحمود والقواعد بشكل عام كيف ممكن أحكم عليها كيف أقدر أميزها في المختبر في شغلنا في حياتنا في عنا أشياء بتميز الحمود والقاعدة من الأشياء اللي بتميز الحمود والقاعدة اللي هو لما آجأ تطلع على إشي اسمه الرقم الهيدروجيني واللي الكل بعرفه الرقم الهيدروجيني هو قيمة يستخدم للتعبير عن درجة حموضة المحليل تتراوح قيمته بين الصفر والأربعطاش فإنتم اللي بتعرفوه إنه قيمة بيقاتش بين صفر والأربعطاش المحليل الحمضية تحت السبعة السبعة للمية للمحليل المتعادلة وفوق السبعة للقواعد محليل قاعدية تمام؟ فبي أتش قيمة تشير إلى درجة حموضة المحلول بي أتش في التوجيه رح نأخذ كيف نحسبه حساباته لأنه كثير بعنينا هذا الموضوع تمام؟ ورح نطرح مفهوم ثاني اسمه بي أو أتش جديد عليكم هذا اللي هو الدرجة قاعدية المحلول والذي يشير إلى قاعدية المحلول وبي أو أتش عكس البي أتش قيمته برضه من الصفر الأربعطاش بس عكس بعد ليه؟ لأنه إحنا رح نأخذ في التوجيه أنه بي أتش زائد بي أو أتش يساوي 14 مجموع من 14 يعني لو أنا كان عندي ببي أتش صفر معناته ببي أتش بي طلع 14 فبي أتش كان ثلاثة بي أو أتش 11 مجموع من 14 فرح نأخذ في التوجيه أنه المحليل الحمضية ببي أتش تعطي فوق السبع عكس البي أتش علاقة عكسية بينهم وأن P.O.H للمحليل القاعدية تحت السبعة العلاقة بين P.O.H و P.O.H العلاقة عكسية كل ما زادت قيمة P.O.H بتغيل P.O.H والآن مش بصدد نحكي بالتفاصيل أكثر كونوا معنا في التوجيه وشوفوا هاي التفاصيل إن شاء الله فلذلك أنا ما بدي تطلع من الحصة أنه أنت مش فاهم لا أنا قاعد بنورك أنا الشغلات بدي إياها بهاي الحصة إنه والله في عنا حموض وفي عنا قواعد وإنه في علماء عرفوا الحمض والقاعدة تمام؟ أبسط عالم إسمه رهينيوس الأوسع منه أجا برونس دولوري ثم أجا عندي اللواز رهينيوس حكيت لكم بس شو عرف الحمض شو عرف القاعدة وإن شو الفرق بين الحموض القوي والحموض الضعيف مبدئيا بس هاي وظيفة هاي الحصة وبس مش أكثر تمام؟ وعرفتكم إنه لتمييز الحموض عن القواعد إن ذكر إشي اسمه PH الرقم الهيدروجيني الذي يشير إلى درجة حموضة المحلول فإذا كانت PH أقل من سبع فهذا محلول إيش ماله؟ حمض وإذا كانت PH أكثر من سبع فهذا المحلول شو ماله؟ قاعدة وبس حصة خفيف الدم أوكي؟ كان الهدف منها بس نتعرف على هاي المعلومات بكل بساطة وبكل محبة وبدي تحب الكيميا وبديش تتعقد من الكيميا تأخذ المعلومات بشكل سليس سندوشات خفيفة حتى إن شاء الله تكون قدها وتجيب علامة كويسة تمام؟ كان معكم له أي أبو طالب من منصة جو أكاديمي منصة المليون ترقبوا الحصص الجاي في التأسيس وتابعوا معنا إحنا اليوم كنا في حصة رقم أربع في التأسيس إن شاء الله تعالى كل التوفيق والمحب السلام عليكم الله عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة